يعني اللي أنا قرأته من سفر أعمال الرسل ومش بس إنه بجادة الرواقيين أو أبكريين ورواقيين هو عم بيقدم حقائق الحقيقة الأولى وجود الله الله له وجود الحقيقة الثانية إنه هذا الإله الموجود كانوا بيجهلوه ما كانوش بيعرفوه وابتدأ من الخليقة حتى يوصل إنه هذا الإله مش رح يسكن فهياك المصنوعة بالأياد بحضره طعام وهدايا إلى آخره وإنه هذا الإله هو مصدر الحياة والنفس وكل شيء إنه هذا الإله كريم سخي معطاء أغضق عطياء على الناس مثل ما بيتكلم لجماعة يعني في آسيا الصغرى في منطقة برية بيعطي مطر وبيعطي خير وبيعطي أثمار بيقدم كل شيء وهو خالقنا يعني خلقنا في المحيط اللي إحنا منعيش فيه وهذا الإله بقول عنه نحن ذريته صنعنا كلنا من دم واحد فحتما إنه هذا الإله العظيم له مخطط إنه يكون إليه علاقة وشركة مع الإنسان وإنه هاي الشركة من خلال يسوع المسيح قادهم إلى معرفة الله الحقيقي وإن هاي المعرفة خلال عمل المسيح بموته على الصليب وقيامته إنه إله حي إله مصدر الحياة ولكن حتى نصل مكتوب لازم انتوب يتكلم عن ضرورة التوبة فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل كانوا بيجهلوا هذا الزمن راح ولا ففيه خلاص بيسوع فما تضوعش الفرصة وبتكلم عن هذا الإله المسيح سوف يرجع كالديان ليدين لأنه حي اشتركوا في القناة